بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم عندنا مشكلة رهيبة بنتعامل بيها دايما مع الناس ألا وهي قولبة الناس يعني في قوالب لها شكل وصفة وتصور مسبق ومنعامل الناس بناء على القوالب دي يعني لو القالب ده عجبنا وماشي على هوانا نتعامل كويس ونفتح قلبنا ودرعتنا ولو القالب غريب علينا أو مستغربينه أو مش شبهنا نتعامل مع صاحبه يعني حذرا وشذرا مثلا فلان ده مسيحي فنحطه في قالب المسيحيين اللي هم مش من دينا ولا زينا فتلاقي ناس بتتعامل معاهم من بعيد لبعيد لا كلام ولا سلام ولا كلسانهم تطيبين ولا أي حاجة فلان ده شيعي أبا ده أخطر علينا من اليهود ده كائن غريب هبط على الكوكب بتاعنا مع أنه يعني بيتكلم زينا أو لابس شبهنا ممكن يبقى من نفس البلد اللي احنا عايشين فيها بس ده طبعا ما يخليهوش مننا ولازم نتعامل معاها بحذر أو يا حبزة لو ما تعملناش معاها أصلا فلان دي منقبة دي طبعا لا يمكن تبقى زينا ولا عمرنا هنلتقي مع بعض في أي أفكار فلان التانية بقى ملط يا ستر ودي مستحملة نفسها إزاي كده لأ دي نحطها في قلب الست الوحشة بما أنها مش لابسة هدومها وإحنا لابسين فلان ده معارض للنظام يا مامي اجري يا ماجدي ده هيشبهنا كده ما تكلمهوش أصلا عشان ده هيجر رجليك لسكة اللي يروح ما يرجعش فلان ده ابن وزير فلان ده ابن بواب أو كالناس ماينفعش بقى تطلع تقول أنا هعاقب حد فيهم وحطه في قلب لوحده بعيد عن ننا ده سلفي ده إسلامي ده لبرالي ده ملحد ده محجبة ده سافرة الاخ كل ده بقى إحنا ملناش دعوة بيه واللي لينا من الناس دول سواء كانوا جران أو زميل أو فيه بيننا وبينهم أي علاقة من أي نوع إنهم ما يعملونا كويس وإحنا نعملهم كويس وخلاص الباقي ده بقى مش موضوعنا أصلا ولا ينفع إحنا كبشر نحاسب الناس عليه ولا ينفع نعاقبهم عليه وزي ما حضرتك تحب الناس إنهم ما يعملوك أنت كمان عاملهم طبعا إحنا يعني مش بنقول إنه الناس بره مثلا ما عندهمش عنصرية في التعامل وإحنا اللي هنا إحنا هنا بقى اللي بنتعامل بعنصرية لا الحقيقة إن العنصرية دي موجودة في كل زمان ومكان إنما هناك قوانين منظمة وناس طول الوقت بيفكروا إنه هما يخرجوا بقرارات وقوانين تقرى بالناس من بعضهم مش تفرقهم وتعمل فجوة بينهم نتيجة لأجناسهم أو ديانتهم أو حتى قناعتهم مؤخرا مدينة نيويورك الأمريكية طلعت قرار بإنه عيد الأطحى وعيد الفطر بالرغم من إنها عياد إسلامية صرف إلا إنهم هيخلوها أجازة رسمية في المدارس الأمريكية في نيويورك عشان المسلمين اللي في المدارس دي ما يحسوش بأي تفرقة وما يفوتهمش أي حاجة من درستهم في وقت الأعياد تعالوا نشوف القرار ده بالفيديو وبعد الفاصل هيكون معانا فضيلة الشيخ خالد الجندي وهنا ستكمل معاه شرح صورة العاديات بشكل مبسط جدا ترجمة نانسي قنقر